ربما المادة الثالثة والرابعة والمادة الرابعة التي أطارت الكثير ربما من الجدل واسألت الكثير من الحبر ما تنتخلط هذه الإشكالية والمعضلة خاصة وأنه ربما المادة الثالثة تقول أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية والمادة الرابعة المعدلة تمازيرت هي كذلك لغة وطنية رسمية والأمازيغية هي جزء أصل من هويتنا الوطنية وتعترف الدولة كذلك بكل تنوعة لساني المستعمال عبر التراب الوطني دون تمييز ربما في هذه النقطة التي أطارت الكثير من الجدل يقول لك يوجد 17 لهجة في الأمازيغية كيف يمكن التفصيل بينهم؟ تفضل وراءه الإشكال أنا حبيت نطرح سؤال أن اللغة الأمازيغية هي لغة رسمية ووطنية كانت موجودة في الدستور 2016 نعم كانت فيه بعض الإخوان المتطرفين من هنا وهناك وعند يقول لك لا لا نزيد النغاز أنا كنت في الجامعة كنا نشفاوا اللامسي كانوا يناضلوا من أن أجل أن تكون الهوية الأمازيغية يعني هوية معتربة بها في الجزائر لأنها بعد أبعادنا التاريخية هي موجودة حاليا ووجد دار الدستور الجديد رفضها فقط حطها في المواد الصمع باش ما يبقاش فيها التلاعب لماذا؟ لأن ما يسمحوناش وما يخليوناش نمشي نتطور لأن الدستور فيه الكثير من المقومات لتنقل الشعب الجزائري من دولة اللي يدور حول هويتها فقط وحول هذه النقاط اللي يفصل فيها التاريخ طيب لماذا في كل مرة وصار هذه المطنة تخوية الوطنة؟ ما بين يخليونا ندور حول حلقة مفرغة حول نفسنا ديننا الإسلامي موجود لغتنا موجودة خلينا نجعل من تعددنا الثقافي ثراء لحريتنا ولنمأنا ونخليوها عنصر من عاصرها نصر نماء